مملكة البحرين مملكة البحرين مملكة البحرين المشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء يعد باكورة رفع الإنتاج المحلي من الأسماك ويعمل على دعم مختلف المشاريع والمبادرات المساهمة في تحقيق ذلك حيث أن مشاريع الاستزراع السماكي تعتبر صناعة واعدة من شأنها الإسهام في رفع الطاقة الإنتاجية من الغذاء السماكي في المملكة وهو ما لاقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وما يعد مؤشرا لنجاح المشروع على المدى الطويل تنظيم وتخطيط مستمر يشهده قطاع الاستزراع السماكي اجتمل على وضع العديد من القوانين التنظيمية المهمة كتحديد فترات معينة لصيد بعض أنواع الأسماك وحضر صيد بعضها في فترات الحضانة والتكاثر ما أسهم في إشراك الجميع في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي ودعم ملف الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة السماكية وتطويرها في البحرين حيث عملت الوزارة على طرح العديد من المبادرات في سبيل تحقيق الاستراتيجية بما فيها تهيئة البنية التحتية لهذا النشاط الاقتصادي القائمون على هذا القطاع الحيوي يحرصون على الاستمرار في إدراج مختلف الأنواع والسلالات من الأسماك في عملية الاستزراع على المدى الطويل علاوة على ما تبذله الوزارة من جهود تتركز بتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي فضلا عن تقديم المحفزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن علاوة على توظيف التقنيات الحديثة التي من شأنها تجاوز التحديات وتهيئة المختبرات التي تحتاجها عملية الاستزراع السمكي ترجمة نانسي قنقر